اتجاه مصر لتطبيق مبدأ التوجه شرقاً في سياستها الخارجية مع مزيد من الانفتاح على القوى العالمية المختلفة كان بارزاً جداً في جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسيوي الأذربيجان عقب زيارته إلى الهند والتي تؤكد على سياسة الرئيس في تنويع العلاقات ولأن مصر حليف لا غنى عنه وبوابة مهمة للأسواق الإفريقية والأوروبية هو الأمر الذي فتح الباب لعقد تحالفات مع دول أخرى تحظى بعلاقات جيدة مع مصر لتعزيز التعاون في عدة مجالات خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم وذلك من خلال التوسع في تنويع شركات مصر العالمية والتي ظهرت في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والهجرة والتجارة والذي جعل من الأهمية ضبط موازين القوى عبر بناء شركات جديدة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الأوكرانية والتحولات الإقليمية والدولية كل ذلك كان بسبب تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية والتي حملت للعالم بأسره أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجأحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنظر بتغييرات كبيرة على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين بحسب ما أكد عليه الرئيس السيسي ترجمة نانسي قنقر